اللي هو امتى الاستروكس دخل مصر وايه تاريخ وايه تاريخ المخدرات في مصر الاستروكس دخل مؤخرا في مصر من 3-4 سنين والاستروكس دخل في مصر لانه كان بديل بسرعة لمخدر حشيش نظرا لقلة المخدر حشيش في مصر ارتفاع اسعاره باسعار مبالغ فيها جدا فابتدت المدمنين يدوروا على بديل للمخدر حشيش المخدر لما بيدور عليه مدمن بيدور عليه على حاجتين الحاجة الاولانية الدماغ اللي بيعملها من وراء الكلام ده او السلوب المتعاطي بتاعه ورخص التمن فالاستروكس بحقق الاتنين دول الاستروكس ده عبارة عن املاح بتهرب من الخارج وبترش على عشب المرمرية او الدنيارة او الدميانة بيتحط عليه بموذيبات الاملاح دي بتحطها بمعاستون وبترش على الكلام دي يعني اقدر اقول ان لما الداخلية مثلا بتشدد حملاتها وتشدد رقابتها على مثلا استيراد مخدر زي مخدر الحشيش اللي الناس متعود عليه بيبتدي المدمن يدور على بديل اخر اما هي المدمن او اللي بيتجل للمخدرات بس هو اخلي بالحضر ان مخدرات الحشيش والبانجو ده كاتوجري والهروين والترامدول ده حاجة تانية انما في الاول وفي الاخر هو ضعب في السلوك البشري اللي هو بيلجأ دي مسألة انه عاوز يعمل دماغ ايما كانت هيزي الدماغ انما الحشيش نظر ان يدفع اسعاره وقلت المعروض لان حضر احنا بنشتغل حاجس مع مكافحة العرض وخفض الطلب مكافحة العرض ده اللي بتخش في المكافحة المخدرات مصلحة امن المغاني حرص الحدود جهزة الجمال عشان يقلل المعروض عشان يحجيب المعروض عن الدخول داخل اسواق انما خفض الطلب اللي حالك بتقوم بيه العلام التلفزيون المسجد الكنيسة وتسخيف الناس وتوعيتهم وتسخيف الناس والوعي خل نوع من الوعي علشان يقل الطلب على المخدرات الاستروكس ابتدى من املاح بتتهرب من الخارج تتحط على عشب وتتباع على اعتبار انها دي مخدر اسمه مخدر الاستروكس او الفودو وكان في الاول بيجي في عبارة عن اكياس صويرة اربع جرام بتتهرب من افغانستان ومكستان وبتجنة على مصر وزي ما كان الدكتور اشار الى ان بداية هذا الموضوع انه ابتدى في الولايات المتحدة الامريكية ابتدى على انه حاجة تضيئة طالما حضرتك قلت على اشارة الدكتور نرجع للدكتور خلدي بنسأله